بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين ذكره من أهم الأذكار الصباح والمساء غافل عنه كثير من الناس بسبب الجهل والعلم الشرعي له مناقب لا تحصى مناقب لا تحصى أن تقول راضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد النبي رسولا وتزيد أيضا وبالخرآن إماما وحكما لقد أحصيت المناقب هذا الذكر وقد تزيد على سبع مناقب يعني سبع مناقب زيما قابلت الأولى أبي سعيد الخدري راضي عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسولا واجبت له الجنة تقول لها مرة واحدة تقال سلاس مرات واجبت له الجنة فتعجب تعجب سيدنا أبو سعيد فقال له أعدها علي رسول الله فقال له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسول الله حرص الصحابة على الخير رسول الله يقول له لو انت قلتها واجبت لك الجنة لان فيها اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى فخلاص سيدنا ابو سعيد ردار انتقط الكلمة يريد ان يؤكد لكي يعظم عليها فقال عيدها لي عن رسول الله تقول رضيته بالله ربا ومحمد نبي رسوله سلاس مرات تجلب لك الجنة طبعا فيش انسان يعني اذا انت لو ظلت عليها كل يوم ضمنت حصل الخاتمة ضمنت الجنة هذه المقابة الاولى المقابة الثانية في رواية وقال سعيد الخضري او قال ذاقة طعم الايمان ذاقة طعم الايمان ذاقة الفضل العظيم الكثير من الناس يشتكي انه لا يشعر بحلاوة الايمان في قلبه ده علاج لمرض القلوب انك لا تشعر بحلاوة الايمان اكثر من هذا الذكر ووظب عليه ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء هذه المقابة الثانية تزوق من ووظب عليه ذاقة حلاوة الايمان ذاقة حلاوة الايمان المقابة الثالثة يزيد الايمانك كل ما قلته يزيد ايمانك كل يوم لانك لو انت زوقت حلاوة الايمان لازاز الايمان لان مش ممكن انسان حضر بعضكم مثلا لو انت بتاكل فاكهة فاكهة زاد طعم حلوة المذاقة جميلة المذاقة كنت لا تتوقع هذا المذاق الجميع ما ستفعل تلقائيا ستكون واحدة ثالثة ووحدة ثالثة فا يبقى اذا انت دقت حلاوة الايمان ستفعل افشياء الاشياء التي تزيد من ايمانك لانك دقت حلاوة الايمان لان الايمان له مذاق جميل جدا فا يبقى اذا انت لو ظبت على الذكر ده تضمر باذن الله ان يزيد ايمانك كلنا نعاني من قصوف الايمان هنا عادي في اكثر من رب رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من مقام يعني النبي اتق الله فإذا زادت الايمان زادت التقوى اذا زادت الايمان زادت التقوى اذا ايمانك يزيد وعايز تدق حلاوة الايمان واصبع لنزل ذكر في اسكار الصباح والمساء ماذا بقى المقاب الرواعد من اعظم المناقب ماذا جاء في الحديث ونرجع ان يكون صحيحا بإذن الله وحديثه له سند الحديث ثانية تصحي الحديث من قال او واظب على اراضيته بالله ربا وبالاسلام بدينا محمد النبي رسولا انا الزعيم ان اخذ بيده يوم القيامة فأدخله الجنة انا الزعيم انا انا الضامن انا انا الضامن انا اخذ بيده فأدخله الجنة شو بقى لما رسول الله السلام يقب بيدك بنفسه ويدخلك الجنة في شرف اعظم من هذا وفي الحالة دي ستبقى جنة متدنية ستبقى جنة من اعالي الجنة لان لما رسول الله السلام يدخلك بنفسه الجنة ليس ممكن سيدخلك جنة متدنية أبدا لان يبقى انت ستصل الى تمام الايمان تمام كمال الايمان تزرق حلوة الايمان فالرسول الله السلام يدخلك من ايدك هو المنزل عظيمة جدا المنزل المنقبة السرية المنقبة الخامسة من قال رضيته بالله ربا والاسلام يدين محمد النبي رسولا كان حقا على الله ان يرضيه هو يوم القيامة طبعا رب الله سبحانه وتعالى يعطيك حتى يرضيك رب الله سبحانه وتعالى يفضل يديكم الايمان لغاية ما ترضى يعطيك حتى ترضى لان الجزاء من جنس العمال انت بتقول رضيته بالله ربا والاسلام يدين محمد النبي رسولا فحقا على الله سبحانه وتعالى ان يرضيك يوم القيامة المنقابل بعد كده مخفرة الزنوب ورعصاص لما يرسسني كباير والصغير قال رضيته بالله ربا بعد الازان ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله رضيته بالله ربا والاسلام يدين محمد النبي رسولا غفر له ذنبه محمد النبي رسولا محمد النبي رسولا اماما وحتما لانك قلتها ان ده امام جائر او امام ظالم نجاك الله من هذا امام حتما وما اقصر الائمة الظالمين والحكام الظالمين في بلاد المسلمين عفان الله سبحانه وتعالى فعشان تحمي نفسك من طبعا من صطوة اي ظالم من صطوة اي امير امان امان من الظلم امان ان يكون له صطوة عليك او يتحكم فيك او يقهرك تقول صباحا ومساء اذا اقول صباحا ومساء سلاسة مرات مع اسغر الصباح والمساء ماذا تجيب لك الجنة تزق حلوة الإيمان يزداد الإيمان لأنك إذا زغت حلوة الإيمان ينهمك الله سبحانه وتعالى الأعمال التي تزيد من الإيمان كل يوم الشئر من قبل الرابعة أن بإذن الله يأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيدك ويدخلك الجنة وده من قبل عظيمة جدا يعطيك رب العمية سبحانه حتى ترضى يوم القيامة كان حقا لله سبحانه وتعالى أن يعطيك يوم القيامة مغفرة الزنوب خاصة بعد الإزان يعني دائما تزكب على إزان أنك تشهد الشهادتين وتقول رضيته بالله ربا بالإسلام يدينه محمد النبي رسولا فتغفر لك الزنوب رسول صلى الله عليه وسلم لم يستسني كبائر والصغائر وما أكثر الصغائر والكبائل التي نفعلها المقابة الأخيرة تزيد والقرآن إماما وحكما فتحفظ بإذن الله من الظالمين خاصة الأئمة والحكام الظالمين وما أكثرهم اليوم فتحمي نفسك من الظلم ومن القهر فطبعا مش ممكن إنسان عاقل يسمع كل هذه الملاقب لهذا الزكر ويتركه أبلا أبلا بإنسان غير عاقل فأنا أكتب لكم كل الملاقب العظيمة والأحديث كلها بالسنة بتاعها تحت في الوصف بتاع الفيديو انسقوه ونشره هذا العلم في طام العظيم اللي علم علما فإنه أجر معامل اليوم من القيامة لا أفضلك من قول مشاهدة وشوش تفعيل الجرس وإشتراك في قناة لو صلاة لكم كل جديد تساعدوين أقول قولي هذا ستخفر الله ليولكم